فإن قلت وهل لمحرمها تحليلها من وهل لزوجها الحق في تحليلها من الإحرام بعد أن عقدته لأنه طرأ له طارئ أن لا تحج أو لا تعتمر إذا عقدت المرأة الإحرام فهل لزوجها تحليلها الجواب لا يجوز له تحليلها مطلقا لأن من القواعد أن رفض الإحرام لا يجوز رفض الإحرام لا يجوز من دخل الإحرام فلا يجوز له أن يرفضه ولا الخروج منه إلا على الوجه الشرعي أنت دخلت في الإحرام على الوجه الشرعي فلا يجوز لك أن تخرج منه إلا على الوجه الشرعي وأما رفضه من غير عذر ولا مسوغ شرعي ولا برهان فإن هذا لا يجوز لا تزال محرما حتى وإن رفضته ولذلك بعض الناس في الحج ربما يتضايق من الزحام ثم يغضب ويخلع فياب الإحرام ويرجع إلى بلده رفض الإحرام يفتي العلماء بأنه لا يزال على إحرامه لأن خروجه منه ليس خروجا ليس خروجا شرعيا فإذا أمره لها بالتحلل بعد الإنعقاد هذا أمر بمعصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله